صعبة هي مسؤولية التعليم خاصة أن المعلم كمن يزرع ثم يقلم الشجرة ويرويها يوميا قد لا يرى ثمرا التربية والتعليم لا تؤتي أكلها إلا بعد مواسم والسنين لكن حق المزارع محفوظ وإسمه وكلماته وتوجيهاته محفورة بعمق على جزع كل شجرة من غرسه الطيب شكرا أيها المربون المميزون لأنكم لم تبخلوا برعايتكم على طلابكم وكنتم أسخياء بوقتكم وجهدكم وتوجيهاتكم دمتم للوطني رفعة ولأبنائكم والطلاب إلهاما ومفخرة كل الأمانة الطيبة لزملاء المعلمين يلي عاديتهم حاضرة وواصلة بنجاح الأطفال بتربيتهم الجيدي وطلب ولو كان بسيط من الأهالي المحترمين أن نكون مع المعلم ياريت بالنسبة لمهنة التعليم من أرقى وأنبل المهن صح هي مهنة متعبة لكن بالنهاية لما أنا بشوف الأجيال اللي عم ننتجها نحنا والمستقبل المشرق للأجيال اللي عم نتبناها وعم نربيها بشعر بنوع من السعادة والتفاؤل المعلم صاحب مهنة إنسانية نبيلي يحمل رسالة نبوي شريفية وبالتالي قيمة المعلم قيمة كبيرة في مجتمعنا في الأخص فيما تتعرض له بلدنا من حرب كبيري وحرب كوني وبالتالي من طلاقا من مهنتنا الإنساني كان لابد من تنسيق بهذه الأمور على المهن الإنساني هذه النبيلي وبالتالي المهن كبيري والمسؤولي كبيري وهذه الرسالة رسالة أمانة في أعناقنا من التعليم مهني أول شيء محترمي وتقاس تقدم الأمم بتقدم العلوم له السبب وتفاضل حتى الناس بالعقول وتفاضل الأمم بعلومة وتقدمة ومهني محترمي على كل الأصعي